الآن سنبقى مع صور بثتها كتائب القسام وهي مشاهد من استهداف قواتها جرافة صهيونية من نوع دي تسعة بقذيفة اليسين 105 في مدينة بيت حانون شمالي القطاع سنتابعها معا ويمكن ربما أثناء المشاهدة نستطيع أن نعلق على بعض الجزئيات والتفاصيل فيها نعم جبهة بيت حانون هي أصلا ساخنة منذ أكثر من أسبوع من عشرة أيام يعني المعارك فيها تحتدم بشكل كبير جدا وهناك عمليات قنص نفذت في هذه المنطقة وهناك تدمير للبابة في الفترة الماضية واليوم تدمير لهذه الجرافة التي تتكلم عنها فصائل المقاومة وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه العمليات ستستمر وهذه الفعاليات ستستمر خصوصا وأنه جرافة دي ناين تعتبر بالنسبة لجيش الاحتلال مكلفة جدا يصل سعرها إلى تقريبا 900 إلى مليون دولار وبالتالي يعني مكلفة بالنسبة إليه علما بأنه يحاول أن يدخل عليها تطورات كبيرة جدا لغرض التدريع ووضع رشاشات على هذه بحيث تكون مقاتلة فعلا يعني ليست جرافة هندسية فقط علما بأن هذه الجرافة تعتبر هي رأس الحربة في تقدم قوات الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية لأنها تقوم بفتح الطرق وتحسين الطرق يضاف إلى ذلك تقوم بعمليات التجريف والبحث عن الأنفاق يضاف إلى هذا تقوم بعملية وضع السواتر وبناء السواتر في مناطق كثيرة فلذلك يعني هي مهمة جدا لجيش الاحتلال تدمير هذه الآلية قد يعطل تقدم الرتل لساعات أو لأيام مما يعني بأن استهداف هذه الآلية هو يعتبر اختيار موفق بالنسبة لفصائل المقاومة لأنه قد تكون لديك العديد من الأهداف ولكن يمكن لهدف واحد أن يوقف تقدم الرتل لأيام أو لساعات مما يعني بأن تدمير هذه الجرافة هو اختيار موفق بالنسبة لفصائل المقاومة في بيت حانون طيب لنتحدث عن المغراقة والزهراء هذه المنطقتين التي طالما تحدثنا عنهما خلال الأسابيع الماضية والتي واضح أن القتال ما زال يتمحور فيهما لماذا؟ نعم احنا تكلبنا عن هذا الموضوع في الفترة الماضية بشكل كبير يعني وبيننا بأن الوجود على محورنا السريم هو مشكلة حقيقية بالنسبة لجيش الاحتلال فهو يحاول أن يتوسع باتجاه الجنوب وباتجاه الشمال لغرض تأمين القطعات التي تتواجد على هذا الخط وبالأمس كان هناك عملية غصف للنتساريم وكانت هناك مقتل ضابطين برتبة رائد مما يعني بأنه هناك خسائر حقيقية بالنسبة لجيش الاحتلال نتيجة عمليات المقاومة التي تنفذ من هذه المنطقة وبالتالي هم يحاولون أن يتوغلون في هذه المنطقة بإمكانية دفع فصائل المقاومة إلى خلف هادي غزة مما يعني تأمين هذه المنطقة وجعل هذه المنطقة منطقة لأغراض عسكرية مما يعني إمكانية الانتشار فيها كذلك مما يعني بأنه قد تكون مرتبطة بالرصيف العائم الذي يبنى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي سيكون جاهزا خلال الأشهر القادمة مما يعني بأن هذه المنطقة قد تكون منطقة مهمة جدا خلال الفترة القادمة فلذلك هم يحاولون القيام بمثل هذه العمليات ودفع فصائل المقاومة إلى الخلف علما بأنه هم يتكلمون بأن هناك كتيبتين في القاطع الأوسط لن يتم القضاء عليها إلى حد الآن وبالتالي هي تجري ضمن هذا السياق الذي نقول عنه بأنه عمليات عسكرية على نقاط ساخنة في مناطق متعددة طيب بالنسبة لوادي غزة الذي يفصل هاتين المنطقتين عن النصيرات هل يعني أين يقف الطموح الإسرائيلي فيما يتعلق بعبور هذا الوادي نعم هذا سيعتمد على طبيعة الخطة العسكرية إذا كانت هناك عملية توسع باتجاه النصيرات فأنا قلت بأنه يمكن المجيء من الشرق أقرب للجيش الإسرائيلي من المجيء من هذه المنطقة لأن هذه المنطقة تكون بعيدة وتحتاج إلى حماية طرق الإمداد وما إلى ذلك وبالتالي أنا أعتقد بأنه هذه العملية العسكرية لن تتجاوز وادي غزة إلا في ظروف معينة يعني بأن تكون هناك خطة لدى جيش الاحتلال بالإطباق على هذه المنطقة من محورين من المحور الشمالي ومن المحور الشرقي وبذلك تكون تقريبا بين فكي كماشة هذه المناطق خلال الفترة القادمة علما بأنه عندما نتكلم عن المدنيين في رفح ونتكلم عن هذه المنطقة ونقول بأنها منطقة النواصي هي التي ستكون المنطقة الإيواء القادمة مما يعني بأنه يجب الأخذ بالحسبان بأنه بفترة من الفترات يمكن لجيش الاحتلال أن يقوم بتطبيق منطقة النواصي بشكل كامل ويقوم بمداهمتها وتفتيشها والبحث عن المطلوبين وهذه مهمة جدا يجب الانتباه إليها بشكل كبير وهذا ما سنتابع خلال الأيام قادمة أشكرك جزيلا العقيد حاتم كريم الفلاحي ترجمة نانسي قنقر